خلينا نبدأ كده أولى أسئلتنا مع حضرتك بإيه الفرق بين الزكاة والصدق طيب إحنا عاوزين بس نوضح بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله طبعا أنا حابة أقول حاجة لطيفة كده خاصة في حضرة سيدنا النبي في الأول إن كل عمل إحنا بنعمله إحنا بنقتضي فيه في حضرة النبي إلا حاجة واحدة بس بنقتضي فيها بربنا ممكن نسأل إيه هي ممكن تكون الحاجة دي نقول الحاجة دي الحاجة دي هي الصلاة على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا للقرآن الكريم هتلاقي ربنا بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم إذن فإحنا في الصلاة على سيدنا النبي بنقتضي فيها بربنا لكن في بقية العبادات بنقتضي فيها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر في القرآن الكريم ستجد هذا المعنى كثيرا وننتقل بقى إلى النقطة اللي حضرتك سألت فيها والسأل المهم إيه الفرق بين الزكاة وبين الصدقة إحنا عندنا الزكاة ده فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على إنسان معين مين هو الإنسان المعين ده؟ هو الإنسان اللي توفرت فيه شروط الزكاة بخلاف الصدقة ما لها الشروط الصدقة تنفع تديها لأي حد في أي وقت وفي زمان وفي أي مكان بدون قيد وبدون شرط أي حد ممكن تدي له الصدقة زوجتك تديها صدقة أولادك تديهم صدقة أصدقائك تديهم صدقة يعني كل الناس لكن الزكاة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها أصناف معينين طيب الأصناف ظلمين إلا ربنا سبحانه وتعالى نص عليهم في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إذن لما نيجي نتكلم عن الزكاة نتأكد أن الزكاة فريضة أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل من ملك نصابا يعني إيه كلام الكبير ده؟ ملك نصاب إزاي؟ يعني بتحدد إزاي؟ بالضبط يعني وفقا لموطيات الشرع إمتى يعني يحق على المسلم أو يعني يتم متى يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله وإلسامية الزكاة نعم يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله إذا طافرت في ماله شروط إيه يا الشروط دي؟ أول شرط العلماء قالوا عليه يعني أقول لحضرتك المنصوص عليه وبعدين أشرحه المنصوص عليه أن يكون ماله هذا المسلم بالغ للنصاب يعني إيه بالغ للنصاب؟ يعني يشوف الفلوس اللي معاه تسوي قيمة 85 جرام دهب عيار 21 كام؟ 85 جرام دهب عيار 21 طيب لو أنا بصيت في الفلوس بتاعتي لقيتها تسوي هذا المقدار طيب يبقى نتقنط نتقنط نقل إلى الشرط التاني طيب ثانية واحدة فضلت الشيخ إمتى أشوفها تسوي المقدار ده؟ في زمن محدد في يوم محدد؟ لا هو العبر عندنا أن الشخص بيستشعر أن ماله كتير أنا مثلا معايا لقيت فجأة كده ربنا رزقني لقيت معايا 100 ألف طيب أنا عاوز أشوف 100 ألف مبلغ كبير أو 200 مبلغ كبير أو 300 مبلغ كبير فأول ما بستشعر أنا كمسلم أن معايا فلوس كتيرة ببتدى أدور على حق الله فيه فبتدى أسأل نفس السؤال هو أنا عليها زكاة؟ طيب أنا أعرف إزاي أنها عليها أو ما عليها أشوف الفلوس دي ملهاش يوم معين أصلا أسعار الزهب متغيرة؟ منسبية مختلفة نعم ما هو أنا بقى بشوف في اليوم اللي أنا هشوف فيه يعني أنا مثلا نفترض النهاردة ربنا كرمني زي ما قلنا لحضرتك بقى أن كان أي مبلغ مليون جنيه طيب أنا النهاردة بقى معايا مبلغ كبير أو الشهر ده لقيت معايا مبلغ كبير أعمل إيه؟ أبص للزكة بقى أقول أبص للمال أقول هو المال ده يساوي 85 جرام ده بعير 21 آه ولا لأ في اليوم ده لو زاد عنه يبقى وجبت الزكاة؟ لو سواه سواه لو سواه يعني أنا مثلا عندي 85 جرام ده بعير 21 نهاردة وليكن على سبيل المسأل 300 ألف جنيه 85 هيعمله مثلا 300 ألف جنيه نفترض يبقى أنا لو معايا 300 ألف جنيه أبتدي أعمل إيه؟ أقول آه هذا المال وجبت فيه الزكاة طب أطلع النهاردة؟ الجواب لا طب أعمل إيه؟ أنتظر سنة هجرية